بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في نشرة أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان والتي نبدأها بالبيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني يتشرف ديوان البلاط السلطاني أن يطمئن أبناء عمان الأوفياء بأن حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في صحة طيبة ولله المنة والحمد بعد أن أجرى الفحوصات الطبية والتي سيتابعها خلال الفترة القادمة حسب برنامج طبي محدد ويقضي جلالته عزه الله إجازته السنوية في منزله العامر بجمهورية ألمانيا الاتحادية يدير شؤون وطنه العزيز موجها ومتابعا لكافة مسارات التنمية في مختلف بقاع الوطن كما عهده أبناء شعبه المخلصون حتى عودة جلالته بعون الله وحفظه إلى وطنه العزيز بين شعبه الوفي وقد وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم شكره وتقديره لأبناء شعبه الأوفياء على نبل مشاعرهم وصدق ولائهم سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعين رعايته حفظ الله جلالته في حله وترحاله وأسبغ عليه نعمه وآلاءه وأدامه ذخرا وفخرا لوطنه العزيز وشعبه الوفي بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حامد كارزاي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية بمناسبة ذكر استقلال بلاده أعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأفغاني الصديق اضطراد تقدمي ورقي أكد رئيس الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة عزام الأحمد عدم قبول أي اتفاق إسرائيلي لا يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها وقف العدوان والبدء بعملية إعمار قطاع غزة وفك الحصار بشكل شابل ميدانيا قامت قوات إسرائيلية بهدم منزل فلسطينيين اثنين من أصل ثلاثة اتهمتهم إسرائيل بخطف وقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في منطقة الخليل في شهر يونيو الفائت اليوم استؤنفت الجولة الثانية من المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد انتهائها أمس دون التوصل إلى نتائج ولكن يبقى المجال مفتوحا أمام المتفاوضين لتوقيع اتفاق لا يظهر حماس أو إسرائيل كمنتصر أو أن يتم التوافق على هدوء مقابل هدوء مطلب إسرائيل بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ووقف بناء الأنفاق هو ما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر فيما ترفض حركة حماس عموميات الكلام خاصة فيما يتعلق بفتح المعابر وتطالب ببنود تفصيلية حول فتح المعابر وموضوعي الميناء والمطار وتجري التوقعات بأن يفترق المتفاوضون في القاهرة منتصف هذه الليلة دون التوقيع على أي اتفاق الاتجاه المصري كما هو واضح تمتيد هذه الهدنة أيضا بحيث لا يكون التزامات مكتوبة لا من الجانب الفلسطيني ولا من الجانب الإسرائيلي لإتاحة الفرصة إلى نوع من التهديئة قد يبيح إلى نوع من التفاهمات الفلسطينية الإسرائيلية دون تحديد بنود واضحة التوتر الحاصل على أجواء التفاوض في القاهرة حذب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوجه إلى الدوحة للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وإقناعه بقبول المبادرة المصرية ومن ثم التوجه للقاهرة للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في محاولة لإنهاء العدوان على غزة وإنقاذ المفاوضات دول إقليمية حاولت أن تكون طرفاً في المفاوضات ونتائج تلك المفاوضات ولكن الرئيس يعني يفضل وكذلك الوفد الفلسطيني المفاوض في معظمه يفضل أن تكون مصر وحدها هي الشريك في هذه المفاوضات وعلى أصداء التوتر السياسي التفاوضي سعدت إسرائيل من عدوانها المستمر ضد الفلسطينيين حيث هدمت قوات الاحتلال اليوم منازل حسام القواسم وعامر أبو عيشة من مدينة الخليل والذين تتهمهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة وقتلهم في حزيران الماضي قبل شهر أجل الجيش أفجر النبيت ولا يصلح للسكن والليل أجل أقتحموا الدار وسكرواها بالبيطون 8 خلطات بيطون صبوا الدار هذه كلها دار ابن مروان ولا تصلح للسكن لا هدي ولا هدي هنا يتوجه الفلسطينيون بأنظارهم نحو القاهرة وما يجري فيها من مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أملا بالتوصل إلى تهدئة تنهي العدوان الإسرائيلي على غزة راني عريدي تلفزيون سلطنة عمان فلسطين هذا وأعلنت النرويج أن الجهات الدولية المانحة لفلسطين ستعقد مؤتمرا في القاهرة لتمويل عملية إعادة عمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل والفلسطينيين وأضح وزير الخارجية النرويجي بورغي بريندي أن الأموال التي سيتم جمعها برعاية مصر والنرويج ستوضع تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ويأتي الإعلان عن المؤتمر بعد استئناف المحادثات بوساطة مصرية بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في القاهرة وقبل ساعات على انتهاء مهلة التهدئة المؤقتة في القطاع في العراق استعادت القوات الكردية بدعم من القوات العراقية والطائرات الحربية الأمريكية استعادت السيطرة على أجزاء واسعة من سد الموصل أكبر سدود المياه في العراق من مسلحي داعش وفي الأثناء وصلت قوات البشمرقة ومكافحة الإرهاب هجومها الجوية على مناطق تقع إلى الشمال من سد الموصل في حملة لتطهيرها من عناصر ما يسمى بتنظيم داعش مؤكدة أن العملية ستستمر في المنطقة لحين استعادت السيطرة الكاملة على السد في غضون ذلك أكدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تعزيز دورها العسكري في العراق سياسيا دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسل العراقيين إلى العودة لبلادهم والتصدي لعناصر ما يسمى بتنظيم داعش وطالب باسل في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية العراقي حسين شهرستاني آلاف العراقيين الفارين من الموصل منذ بداية شهر يوليو الماضي بالتحلي بالصبر والثبات في مواجهة عدوهم من جهته وجه القائم بأعمال وزير الخارجية العراقي حسين الشهرستاني إلى الأقليات في شمال العراق بعدم الفرار والتحمل والوقوف إلى جانب الحكومة العراقية في مقاومتها لهذا العدوان ولتحرير تلك المناطق التي اجتاحها مسلح داعش خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء للمطالبة بإصلاحات سياسية ورفض رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأكد المتظاهرون استمرارهم في المسيرات إلى أن يتم تحقيق مطالب الشعب من خلال تعيين حكومة جديدة تشترك فيها جميع القوى والأحزاب السياسية فيما فرضت قوات الأمن الخاصة وغيرها من الأجهزة تدابير أمنية احترازية دون تسجيل احتكاك مع المتظاهرين شن الطيران الحربي السوري اليوم مجددا غارات جوية على مناطق يسيطر عليها تنظيم ما يعرف بداعش في شمال دمشق بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وأفاد المرصد إلى أن الطيران السوري استهدف في غارتهم عاقلة للتنظيم من بينها مباني الأمن السياسي وفندق الكرنك والسياحي والملعب البلدي بمدينة الرقة كما شن ثلاث غارات على مدينة الطبقة في الريف الغربي للرقة وأربع غارات على محيط مطار الطبق العسكري ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحة أكد يوكيا أمانو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران بدأت تنفيذ خطوات شفافة لبرنامجها النووي قبل مهلة الخامس والعشرين من أغسطس الحالي وأضاف أمانو في مؤتمر صحفي بفيننا أثناء عودته من طهران أن تنفيذ هذه الخطوات الخمس قد بدأ من الجانب الإيراني واصفا الدور الإيراني بأنه منسجم مع تحقيق الوكالة حول برنامج إيران النووي المثير للجدل كما توقع أن يحقق هذا الدور تقدما خلال محادثات الأسبوع المقبل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن كل المسائل المتعلقة بإرسال روسيا لقافلة مساعدات إنسانية لأوكرانيا حلت لكن لم يتحقق أي تقدم في المحادثات المتعلقة بالتوصل لوقف لإطلاق النار أو حل سياسي للقتال الدائر في شرق أوكرانيا يأتي هذا فيما حذرت أوكرانيا من أن المفاوضات مع روسيا ستكون طويلة لمحاولة إيجاد تسوية دبلوماسية للنزاع في مدينتي دونتسيك ولوهانسيك الشرقيتين قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن جميع القضايا المتعلقة بإرسال القافلة الإنسانية إلى أوكرانيا تم حلوا خلال مباحثات أجراها مع نضراء الأوكراني والألماني والفرنسي في برلين لكنه قال إنه لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا أو إيجاد حل سياسي هناك بعض التقدم أولا كان هناك إجماع على توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان في شرق أوكرانيا يمكن أن نعلن أن جميع القضايا بخصوص إرسال حوالي 300 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تم حلها وتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني وكذلك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونتوقع تسليم هذه المساعدات لأولئك الذين في حاجة إليها هذا أيضا ما أشر إليه وزير الخارجية الألماني فرانكفارتل شتانماير في وقت سابق حيث قال إنهم اتفقوا على رفع تقارير لزعمائهم ثم ربما الاتفاق بعد ذلك في وقت لاحق على كيفية مواصلة المحادثات وأوضح شتانماير أنه بعد رفع التقارير لرؤساء الحكومات والدول المشاركة في المباحثات ربما بعد ذلك خلال صباح الثلاثاء يتم الاتفاق على كيفية مواصلة المناقشات مضيفا أن الهدف ما زال هو التوصل لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا ومنع سقوط مزيد من الضحايا واجتمع الوزراء الأربع في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا بينما تنفي موسكو ذلك متهمة كييف بالتسبب في أزمة إنسانية عبر الاستخدام العشوائي للقوى ضد المتحدثين بالروسية في شرق أوكرانيا المناهضين لحكومة كييف ميدانيا وقعت انفجارات عنيفة في مدينة دونتسك معقل انفصاليين التي تحاصرها حاليا القوات الحكومية ووردت تقارير حول وقوع قتال خلال الليلة واستمر حتى اليوم التالي ما أصفر عن مقتل عشرة مدنيين بحسب ما أعلنت السلطات المحلية أمر حاكم ولاية ميسوري الأمريكية قوات الحرس الوطني في مدينة فيرغسون بالمساعدة في استعادة النظام في ضاحية سانت لويس بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت قيام رجل شرطة بقتل مراهق من أصول أفريقية جاء ذلك بعد وقوع اشتباكات وإطلاق نار وأعمال التخريب كما قام المتظاهرون بإلقاء الزجاجات الحارقة واستخدمت الشرطة الغاز المسيلة للدموع لتفريق المحتجين في الشوارع نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطانة عمان وتتابعون فيها ولكن بعد قليل موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني تختتم مشاركاتها في بطولة العالم القرابي من مدينة جلاسكو الأسكتلندية موسيقى من هنا تبدأ أسطر الحكاية موسيقى تقاليدها راسخة كالجبال موسيقى حصلتها مضرب مثل في كل مكان موسيقى بساطتها ليس لا مثل موسيقى لا حدود لكرمها موسيقى حاضرها مشرق متجدد موسيقى مهرجان الصلالة السياحي الفين واربعة عشر من الثلاثين من يونيو إلى السادس من سبتمبر موسيقى 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 أعلم بكم من جديد السلطنة تؤكد خلوها من أي حالة مشتبهة لمرض إيبولا وتتخذ كافة التدابير الاحترازية للحد من دخول المرض إلى أراضي السلطنة جاء ذلك في المؤتمر الصحفي والذي تم التطرق فيه إلى الإجراءات والإحترازات التي اتخذت أو اتخذت من قبل وزارة الصحة للتعامل مع أي حالات يشتبه بها أؤكد أنه لا توجد حالة مشتبهة حتى الآن في السلطنة وأؤكد أنه لا داعي للتهويل ولا للتهوين من شأن هذا المرض مرض إيبولا مرض فيروسي ترجع تسميته نسبة لنهر إيبولا في شمال الكونغو وينتقل نتيجة لمخالطة الحالات المصابة وتبدأ أعراضه بعد يومين إلى 21 يوما من التعرض المحتمل للعدوى والتي تكون على شكل ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وصداع والتهاب في الحل وزارة الصحة وحول هذا المرض اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمجابهة خطر إيبولا اتخذت كافة التدابير الاحترازية للحد من دخول المرض إلى أراضي السلطنة كما أن الأجهزة الصحية على استعداد للتعامل مع أي حالات يشتبه بها وعلى تواصل مستمر مع المنظمات الدولية والإقليمية حول مستجدات هذا المرض وضعت وزارة الصحة آليات للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بدءا من التبليغ عنها وعزلها وفحصها وعلاجها كما تم إعداد رسوم خوارزمية توضيحية لهذه الآليات تم وضع آليات للتعامل مع العينات والفحوصات المخبرية وتم التشديد على أهمية الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في جميع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة تم في المؤتمر الرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين الحاضرين في هذا المؤتمر حول كل ما يتعلق بهذا المرض عبدالله بن خلفان الرمضاني مسقط تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين الخاصة بمراجعة أسعار الأدوية بدول المجلس والعمل على خفض تلك الأسعار استضافت السلطنة ممثلة في وزارة الصحة الاجتماع السابع عشر للجنة الخليجية لتسعير الأدوية وركز الاجتماع على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في توحيد سعر الدواء الواصل للميناء لجميع دول المجلس وتوحيد العملة لتكون بالدولار الأمريكي بالإضافة لتخفيض هامش الربح بحيث لا يتعدى 45% لجميع دول المجلس ويهدف تطبيق وتنفيذ هذه القرارات إلى خفض ومقاربة أسعار الأدوية المبتكرة ما بين دول المجلس وبالتالي تحسين جودة خدمة الرعاية الصحية للمواطنين اختتمت فرقة القرب والطبول بموسيقى سلاح الجو السلطاني العماني أولى مشاركاتها في بطولة العالم للقرب وذلك بمدينة غلاسكو الأسكتلندية موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني حققت في هذه البطولة الدولية نجاحا متقدما خلال فعالياتها المقامة في الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري حيث الفرقة العربية الوحيدة التي صمدت في المنافسة حتى نهائيات مسابقة هذا العام وسط أجواء ماطرة اختتمت موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني مشاركتها في البطولة الدولية الثامنة والستين للقرب والتي يقيمت بمدينة غلاسكو الأسكتلندية بمشاركة ما يزيد عن مئتي فرقة موسيقية مثلت أقطار العالمي مختلفة تعتبر هذه المسابقة من المسابقات المهمة لفرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني حيث رياح تخوض المسابقة وتنافس ما بين ثلاثمائة فرقة موسيقية هناك مردود إيقابي سوف يعكس الفرقة والعازفين في تطوير مستواهم العملي عالم السلطانة وراية سلاح الجو السلطاني العماني رفرفا عاليا في سماء المدينة الاسكتلندية في أول مشاركة تحقيقها موسيقى السلاح في هذا المحفل الدولي لتكون بذلك الفرقة العربية الوحيدة التي دخلت النهائيات لهذا العام تمثلنا هذه المشاركة بعد ثلاث مسابقات الشيء اللي قابل كبير لكننا نطمح لها بعد عمل شهور طويلة وقد احتكينا مع عديد من الفرق العالمية وقد استفدنا استفادة كبيرة وإن شاء الله سنترقم هذا العمل أعتقد أن موسيقى سلاح الجو العماني موسيقى رائع وقد أدى الفريق أداء متميزة خاصة في هذه الأجواء المطيرة والباردة هنا في سكتلندا وهي أجواء غريبة عليهم وسيكون وطنهم فخور بهم مشاركة فرقة القرب والطبول في هذه المسابقة العالمية سجلت بعد تحقيق الفرقة لإنجازات ونتائج غير مسبوقة في بطولتي داندي وبيرث لموسيقى القرب استمتعت بعصف فرقة السلاح الجو العماني بغض النظر عن الجو الممطر ولقد درست لثلاثة من العازفين في الفرقة السنة الماضية في سكتلندا فناموا التشوق لسماع عصفهم ومعرفة أخبارهم ولقد أعجبني العصف جدا تعد هذه المشاركة بالنسبة لنا بموسيقى سلاح الجو السلطاني العماني بمثابة انطلاقة لتمثيل السلطنة خارجيا ورفع عالم هذا الوطن الغالي عاليا بين كل هذه الدول المشاركة والتي أتت من مختلف قارات العالم وجاءت مشاركة فرقة الموسيقى في هذه المنافسات ترجمة لأواصر التعاون والتنسيق المشترك ما بين موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني واللجنة المنظمة لهذه المسابقات تدعيما للعلاقات الوطيدة التي تربط ما بين السلطنة والمملكة المتحدة والتي أرسى دعائمها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه سجلت موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني مشاركتها في البطولة الدولية للقرب من مدينة جلاسكو لسكوتلندية الملازم أول خالد بن سالم الكلباني وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل علي بن محمد صعر النشرة الاقتصادية بنعاية موسيقى شكرا لكم يا عقوب وعيدة ولم بكم مشاهدين إلى الموجز الاقتصادي وتتابعون فيه شركة بيبي عمان تدشن مركزا لتدريب وتاهيل الفنيين بمنطقة غلاء الصناعية أهلا بكم في سعي لتأسيس منظومة متكاملة من الكفايات العمانية في المجالات الفنية والتقنية افتتحت شركة بيبي عمان افتتحت مركزا لتدريب العاملين العمانيين بمنطقة غلاء الصناعية رأى حفل افتتاح المركز معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز تأهيل المستقبل وضع كشعار لمركز تدريب الفنيين التقنيين بالمنطقة الصناعية بغلاء والذي افتتحته شركة بيبي عمان واستفعاليات متنوعة حيث يوفر المركز بيئة تدريبية تطبق أفضل المعايير العالمية لتأهيل الفنيين الشباب الذين يتم استقطابهم من الكليات التقنية لتطوير مهاراتهم وتشغيلهم كفنيين ومشغلين متخصصين لا شك ان تركيز لنا الجميع هي تطوير البشر واحنا من فترة الى فترة هناك تطوير حقول جديد قد يكون غاز وللنفط بس جنبا على هذه المشاريع هي تطوير البشر وتطوير البشر هي مسئولية الجميع حقيقة يهدف برنامج تطوير الفنيين في هذا المركز الى تدريب المشاركين وتأهيلهم للعمل كمتخصصين في المقالات الفنية الميكانيكية والكهربائية والانتاجية وكفنيي اجهزة خلال الاعوام الاربعة القادمة الحمد لله رب العالمين وصلنا الى اتفاقية مع معهد التدريب الوطني ولتدريب هؤلاء الشباب ومنذ تلك اللحظة بدأنا في تجهيز المركز وكذلك بتوظيف عدد من العمانيين من مخرجات الكليات التقنية للسلطنة وخارج السلطنة بدأنا التدريب في هذا المعهد قبل سنة تقريبا وانجزنا معظم الاشياء المتطلبات فهذا المعهد نتدرب على الاجهزة المتطورة التي هي المرة الاولى في السلطنة يتضمن منهج السنة التأسيسية لهذا المركز حلقات عمل تدريبية وحصص دراسية وتدريب في مقالات الصحة والسلامة والسلوك المهني بالإضافة إلى التدريب الفني مراكز التدريب للشباب العماني والتخصصات الفنية من شأنها أن تصنع كفاءات جديدة من العمانيين وتقلص الاستعانة بالوافدين الذين أصبح تعدادهم أضعاف العمانيين في القطاع الخاص إبراهيم بن سالم الهادي من منطقة غلص صناعية مسقط أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلالي الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي تسليطا للضوء على بعض الفرص التمويلية المتاحة وبرامج الدعم التي يوفرها كل من قطاعين العام والخاص افتتح اليوم بمحافظة ظفار ملتقى مشروع ابتكاري ويهدف الملتقى إلى غرس ثقافة العمل الحر وريادة العمال لدى الشباب العماني وتعزيز روح المبادرة في اكتشاف الفرص الاستثمارية المجدية اضافة إلى الاهتمام بتسجيع الفتاة الشابة على تأسيس عمل تجاري خاص انطلق ملتقى نمدجة ريادة العمال استطيع الذي ينظمه مركز النجاح للتنمية البشرية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار هدف الملتقى إلى توجيه شباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تأسيس وإدارة مشاريعهم بالشكل الذي يمكنهم من الاعتماد على مشاريعهم كمصدر للدخل الرئيسي اجتمل حفل الافتتاح على عرض مرئي حول نمدجة ريادة العمال وأبرز التجارب المتميزة في هذا المجال ومكامن تميزها لحديث العهد في عالم ريادة العمال وإلى أخبار سوق المال حيث أغلق مؤشر سوق مسقط جلسة معاملات اليوم على انخفاض طفيف جدا ليستقر عند مستوى 7832 نقطة فيما ارتفع إجمالي قيمة تداول إلى 9 ملايين و215 ألف ريال عماني بعد أن تداول أكثر أو أكثر من 24 مليون سهم سوق مسقط يشهد استقرارا نوعا ما في هذه الفترة وذلك بعد الارتفاعات الجيدة والتي لم يشهدها سوق مسقط منذ عام 2008 خلال الجلسة اليوم ظهرت عمليات بيع على الأسهم التي سجلت مستويات عالية أو مرتفعة خلال الفترة الماضية وهو يعتبر صحي لمواصلة الارتفاعات خلال الجلسات القادمة واتجه المستثمرون المحليون اليوم نحو عمليات الشراء بلغت نسبة شرائهم 61% مقابل 63% نسبة بيع المستثمرين والمؤسسات المحلية أما المستثمرون غير العمانيين بلغت قيمة شرائهم 3 ملايين و576 ألف ريال وقيمة بيع غير العمانيين 4 ملايين و289 ألف ريال فيما تراجع صافي الاستثمار غير العماني 714 ألف ريال وبنسبة 7% نتوقع أن يستمر الزخم في السوق إلى الفترة القادمة مع مليات بيع لجني أرباح في الجلسات القادمة ركز المستثمرون في تعاملاتهم اليوم على أسهم الأنوار القابضة وبنك صحار وبنك مسقط وارتفعت 13 شركة أبرزها الوطنية لمنتجات للمنيوم والباطنة للطاقة والمدينة تكافل وتراجعت 16 شركة أبرزها أعلى فضفار وجلفار للهندسة والمقاولات من الملاحظة أن هناك ثقة بأداء السوق المحلي آخذين في الاعتبار قوة أداء الاقتصاد الكلي في ظل ارتفاع أسعار النفط وكذلك الأداء الجيد للشركات في ربع الثاني مما يجعل عددا لا بأس به من الأسهم المدرجة مستهدفة من قبل المستثمرين هناك عودة كذلك على أسهم شركات الطاقة وهناك تواجد على أسهم شركات الاستثمار والقابضة وبعض الأسهم ذات الرسام الصغيرة لتلفزيوني سلطنة عمان سعود بن سعيد المعولي سوق مسقط للأوراق المالية دقاط دجاج الصفاء بوركر دقاج الصفاء قطع دجاج الصفاء هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما 100% حلال 100% طبيعي وشهي 100% عماني طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة وضمن أخبارنا العالمية في الشق الاقتصادي تراجع النفط العالمي لأكثر من دولار ليصل إلى 103 دولار للبرميل متأثرا بقلق المستثمرين بشأن الصراع في أوكرانيا والعراق وزيادة إنتاج الخام في ليبيا وسط إمدادات وفيرة كما هبط خام برينت إلى دولار و30 سنة للبرميل ليصل إلى 100 ودولارين و22 سنة للبرميل في حين تراجع أيضا الخام الأمريكي إلى دولار و6 سنتات ليصل إلى 96 دولار و29 سنة للبرميل تعافى الذهب النفيس ليبطى عند مستوى 1300 دولار للأوقية مدعوما بتصاعد التوترات الأمنية الروسية الأوكرانية وتراجع السعر الفوري للذهب نحو 6% ليصل إلى 1297 دولار في بلاية المعاملات مقلصا بذلك خسائره إلى 2% مسجلا نحو 1300 دولار للأوقية نهاية الموجز الاقتصادي عودة إلى الزملاء وبقية أخبار النشرة النشرة الاقتصادية برعاية تنتشر هذه الأيام على شواطئ محافظة مسندم أسراب من طائر الغاق السقطري والذي يعرف محليا باسم اللوهة وهي من الطيور المهاجرة التي تظهر في موسم الصيف على شكل جماعات تزين الشواطئ بجمالها في موسم تكاثرها طائر الغاق السقطري يقوم عادة برحلات موسمية غرب الهند وشرق أفريقيا ويتواجد خلال فترة الصيف على سواحل محافظة مسندم وذلك نتيجة توافر سمك السردين على الشواطئ القريبة مشهد جمالي رائع لا تراه طيلة أيام العام إلا في موسم التكاثر فقط سرب من طائر الغاق السقطري أو اللوهة كما يسمى هنا في محافظة مسندم فعلى هذه الشواطئ الهادئة برومانسيتها تغطي مجموعات من هذا الطائر السطح المائي للبحر في مشهد يبعث في النفس حسا جماليا للمنظر ويحرك أشجان هواة التصوير طائر الغاق السقطري طائر مهاجر يقوم برحلات موسمية إلى غرب الهند وشرق أفريقيا تواجد هذا الطائر في محافظة مسندم خلال فترة الصيف نتيجة توفر أسماك السردين في أغلب مناطق الساحلية للمحافظة الأشكال تواجد تقريبا نوعين في محافظة مسندم نوع واحد طبعا يتميز باللون الأسود الداكن والنوع الآخر باللون بني فاتح قليل طبعا فترة التعشيش والتكاثر في ما بين أواخر اليونيو إلى أكتوبر وبالأخص في جزيرة الحلانيات وعلى امتداد الطريق الساحلي خصب تيبات تطالعك أسراب طائر اللوهة وهي تعيش عالمها في موسم التكاثر بمشهد يحرك في النفس شائريتها وحبها لجمال الطبيعة وسحر حياة الطيور هذا الطائر يشكل أسراب وأحيانا أنه هو بيطارد السردين مما يشكل يعني أعجاب للسياح وأعجاب بالناس اللي هم المرتادين لهذه المنطقة الطائر هذا بيطير في مجموعات يعني بتشكل مثل الشكل الزاوية يعني في المقدمة بيكون طائر وبيتناوب في المناوبة بالمقدمة تطير أسراب الغاق السقطري أو اللوهة بصورة جماعية على شكل خطوط طولية متموجة وكأنها أمواج البحر طائرة حتى تختفي في الأفق طائر الغاق السقطري أو اللوهة كما يسمى هنا اتخذ محافظة موسندم واحدة من المحطات الرئيسية لتعشيشه وتكاثره وذلك ضمن هجرته السنوية منصور أستعدي محافظة موسندم ومن طائر الغاق إلى طائر آخر حيث أسفرت النتائج والدراسات عن عودة الصقر الأدهم إلى جزر الديمانيات بعد هجرته إلى مدغشقر حيث قام عدد من المختصين بالحياة البرية في مكتب حفظ البيئة بتتبع مساره عبر الأقمار الاصطناعية ويرجح الباحثون أن عشرة بالمئة من أعداد الصقور في العالم تهاجر إلى السلطنة لغرض التكاثر المزيد في التقرير التالي على بعد سبعين كيلو متر بحري غرب العاصمة مسقط تقف جزر الديمانيات المتميزة بشواطئها البكر ذات الرمال البيضاء وزرقة مياهها الصافية حيث تعد ملاذا آمنا للطيور المهاجرة والمستوطنة الصقر الأدهم المهدد بالانقراض عاد إلى مكان ولادته في السلطنة بعد هجرته إلى مدغشقر إذ تم تركيب أجهزة تعقب عبر الأقمار الاصطناعية لرصد مسار حركته عودة صغير الصقر الأدهم بعد هجرته إلى مدغشقر يؤكدوا على الاتزان البيئي في السلطنة حيث يرجح الباحثون أن عشرة بالمئة من أعداد الصقور في العالم تهاجر إلى السلطنة لغرضي التكاثر مختصوا الحياة البرية من مكتب حفظ البيئة راقبوا عن كثب حياة الصقر الأدهم وقاموا بوضع شرائح إلكترونية لتعقبه عن قرب واخذ عينات دم لإجراء الدراسات الجينية حوله هناك العديد من المخاطر تواجه الصقر الأدهم من بينها التنمية العمرانية والصيد الجائر كما أنه يتعرض للمخاطر أثناء هجرته في الشتاء إلى إفريقيا لأسباب تعود إلى المبيدات الحشرية المستخدمة في المزارع شروع دراسة الصقر الأدهم يستخدم مكتب حفظ البيئة العديد من التقنيات لدراسة هذا المشروع منها استخدام الكاميرات الفخية المتطورة وكذلك أجهزة التعقب لتعقب مسار الصقر الأدهم نستخدم كذلك أو نأخذ عينات الدم للدراسة الجينية معرفة مواقع تعشيش الصقور يضمن حصر أعدادها ونجاح تكاثرها مستقبلا حيث توضح الدراسات تعلق الطائر بالمكان الذي نشأ فيه باعتباره مكانا خصبا بعيدا عن التلوث والضوضاء تشمل الدراسة فترتين مهمتين وهذه الفترتين هي فترة وضع البيض وهذه تكون في شهر أغسطس والفترة الأخرى هي فترة خروق الصغار في شهر أكتوبر الصقر الأدهم يعتبر من الصقور أو الطيور الجارحة متوسطة الحجم وهو عالميا مهدد أو قريب التهديد بخطر الإنقراض ويتوزع الصقر الأدهم طبعا في فصل الشتاء في القارة الأفريقية وجمهورية مدغشقر أما في فصل الصيف وفصل التكاثر لها في الشمال ابتداء من سلطنة عمان شرقا إلى الجمهورية المصرية غربا وتشير آخر البحوث الميدانية إلى تناقص أعداد هذا النوع من الصقور لأسباب تعود إلى التوسع العمراني في الجزر العمانية وأسباب أخرى تعود إلى هجرتها لإفريقيا وتأثرها بتسمم المبيدات الحشرية المستخدمة في الموائل الزراعية وقبل ختام النشر نذكر مشاهدين الكرام بالبيان الصادر عن ديوان البلاط السلطاني يتشرف ديوان البلاط السلطاني أن يطمئن أبناء عمان الأوفياء بأن حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في صحة طيبة ولله المنة والحمد بعد أن أجرى الفحوصات الطبية والتي سيتابعها خلال الفترة القادمة حسب برنامج طبي محدد ويقضي جلالته أعزه الله إجازته السنوية في منزله العامر بجمهورية ألمانيا الاتحادية يدير شؤون وطنه العزيز موجها ومتابعا لكافة مسارات التنمية في مختلف بقاع الوطن كما عهده أبناء شعبه المخلصون حتى عودة جلالته بعون الله وحفظه إلى وطنه العزيز بين شعبه الوفي وقد وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم شكره وتقديره لأبناء شعبه الأوفياء على نبل مشاعرهم وصدق ولائهم سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعين رعايته حفظ الله جلالته في حله وترحاله وأسبغ عليه نعمه وألاءه وأدامه ذخرا وفخرا لوطنه العزيز وشعبه الوفي النشرة انتهت شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السحب العالية والتي تسمى انسينس وهي السحب القزة تكون عادة متناثرة في السماء ورقيقة جدا مثل ما نشاهد في هذه الصورة تحدث على ارتفاعات عالية جدا عند درجات حرارة بين سالب 40 إلى سالب 50 درجة مئوية ظهورها عادة يعني اقتراب طول الأمطار واشترا الاخر صور الجوية والأمطار في السلطنة حاضر على المناطق الجبلية لجبال الحجم من خلال التكونات الجيدة للسحب المحلية على المناطق الجبلية وفرص الأمطار تبقى ايضا محتملة حتى نهار الغد قد تشهد بعض المناطق الجبلية هناك فرص للسحب المحلية الممترة ونشاط مستمر لسحب الخريف على سواحل مع الضفار والمناطق الجبلية وسحب منخفضة تنتشر على المناطق الساحلية لسواحل بحر عمان خصوصا في أول نهار قد تمتد إلى ساعات من النهار وتتلاشى لاحقا بسبب الرطوبة العالية الرياح تستمر جنوبية غربية إلى جنوبية على ساحل جنوبي الشرقي للبلاد معتدى للمشطة جنوبية الشرقية خفيفة السرعة على سواحل محاوظ فار وبحر يبقى هنا هائج الموج يصل أقصى ارتفاعا له ثلاثة أمتار ورطوبة نسبية أيضا مرتفعة تصل عند 95% على السواحل السلطنة المطلة على بحر العرب وتستمر رياح الجنوبية الشرقية على سواحل محاوظة المسندم نشطة السرعة معتدى السرعة الجنوبية غرب جبال الحجر بحر متوسط الموجز أقصى ارتفاعا له مترين على ابتداد سواحل محاوظة المسندم وريحتكم شمالية الشرقية على سواحل بحر عمان جنوبية على سواحل محاوظة الجنوب الشرقية ومطلة على بحر عمان نشطة السرعة بحر متوسط الموجز الأقصى ارتفاعا له مترين ورطوبة النسبية تتراوح ما بين 55 إلى 95% خصوصا في فترات آخر ليل وصباح الباكر الرطوبة تكون عالية فبالتالي تنتشر السحب المخفضة في أجواء المناطق الساحلية المطلع على بحر عمان مسق 32 درجة مئوية 42 العظمى غدا في رستاخ مع فرص لبعض الأمطار في ساعات المساء على بعض المناطق الوقع شق جبال الحجر أجواء غائمة جزيين غدا في صحار من خلال تواجد السحب ودرجات حرارة في شمال الباطنة حول منتصف الثلاثينات 43 العظمى غدا في خصب مع فرصة كذلك لبعض السحب المتفرقة شمال الشرقية أيضا قد تشهد بعض الأمطار المتفرقة في ساعات المساء و42 العظمى غدا في نزوة مع فرص لتدفق بعض السحب المنطرة إلى أجوائها وأجواء المناطق الجبالية قد تشهد أمطار رعدية وكذلك بعض الخلايا الرعدية قد تمتد إلى أجزاء من الظاهرة والبريمي أيضا بعض السحب المنطرة محتملة هناك ودرجات الحرارة هنا تبقى حول منتصف الأرض عينات إلى محافظة ضفار واستمرار تساقط رذاذ على المناطق الساحلة والمناطق الجبلية 27 عظم غدا في صلالة 38 في ثمريت مع أجواء مشمسة تصل على الشمس غدا في هيمة ودرجة حرارة 43 درجة مئوية أما على سواحل محافظة جنوب الشرقية خصوصا السواحل المطلة على بحر العرب امتشار السحب يبقى حاضر من درجات الحرارة لا تتعدى أوائل الثلاثينات بينما تصل فوق منتصف الثلاثينات في صور مع فرص كذلك لبعض السحب في أول نهار من خلال أيضا ارتفاع رطوبة نسبية على المناطق الساحلية سواحل محافظة جنوب الشرقية المطلة على بحر عماني كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس حتى الساعة شكرا لطيل المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة